أعلنت الحكومة الإسبانية إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية بهدف تعويض الارتفاع الشديد في الأسعار فضلاً عن مساعدة بقيمة 200 يورو للأسر الأكثر احتياجة يندرج هذان التدبيران ضمن سلسلة جديدة من التدابير التي أعلنتها الحكومة بقيمة 10 مليارات يورو حزمة إجراءات جديدة بقيمة 10 مليارات يورو أعلنت عنها الحكومة الإسبانية لمواجهة آثار التدخم خلال العام المقبل هذه الحزمة الكبيرة تعد الثالثة في العام الحالي ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي أقرتها الحكومة الإسبانية منذ أوائل العام الحالي إلى 45 مليار يورو الحزمة الجديدة تتضمن منحة قيمتها 200 يورو تصرف مرة واحدة لنحو 4 ملايين و200 ألف أسرة يصل دخلها السنوي إلى 27 ألف يورو إلى جانب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية ومد العمل بالتخفيضات الضريبية على فواتير الطاقة حتى نصف الأول من العام المقبل إسبانيا تواجه مثل بقية البلدان الأوروبية الأخرى أزمة غلاء معيشة تفاقمت حدتها بسبب الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع في أسعار الطاقة وبعدما بلغت تضخم 10.8% في يوليو الماضي وهو أعلى مستوى له منذ 38 عاما انحصر تدريجيا إلى 6.8% في نوفمبر الماضي غير أن هذا الانخفاض لم يشمل بعد قطاع التغذية ووفقاً لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز فإن حزم المساعدة التي قدمتها حكومته ساعدت في زيادة النمو الاقتصادي هذا العام والذي قدره بأقصر من 5% وهو أعلى من أحدث توقعات لبنك إسبانيا البالغة 4.4% أكدت هيئة الرقابة على الطاقة في لجنة مكافحة الفساد في فرنسا أنه لم خاطر على إمدادات الطاقة في فرنسا حتى منتصف يناير على الأقل وكانت الحكومة قد حددت هدفاً لخفض استهلاف الطاقة بنسبة 10% بحلول عام 2024 عن مستويات عام 2019 كجذء من خطة واسعة النطاق تتضمن إطفاء الأنوار وخفض منظمات الحرارة لتجنب انقطاع الكهرباء والغاز خلال فصل الشتاء وسط الأزمة الأوكرانية ووفقاً لمشغل الشبكة الفرنسي RTA انخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 8.7% خلال الأسبوع الأربع الماضية مقارنة بمتوسط الفترة نفسها في الفترة من 2014-2019 أظهر استطلاع أجراه للمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية أن ما يقرب من 60% من الاتحادات التجارية الألمانية غير متفائلة بشأن توقعات الاقتصادية للعام المقبل وسط استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتم إجراء الاستطلاع الذي يشتمل على 49 اتحاداً تجارياً ألمانياً بين منتصف نوفمبر الماضي وأوائل ديسمبر الجاري ومن بين الاتحادات التسعة والأربعين يتوقع 30 منها أن ينخفض إنتاج أعضائها العام المقبل بينما تتوقع 13 اتحاداً فقط ارتفاع الناتج من قطاعاتها وتعتقد حوالي 40 اتحاداً أن أعضائها في وضع أسوأ الآن مما كانوا عليه قبل عام ترجمة نانسي قنقر